اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة اخرى من استوديو صوت العدالة دوزنا كورونا ودز علينا لا حول ولا قوتي الله بالله العديد من المغاربة بقي نكي يذكرو الفترة دي الكورونا والعديد من المغاربة فقدوا الحباب والصحاب في هذه الفترة بسبب هذك الفيروس وكل عديد من المغاربة اللي بقى تابعات تابعات دي الكورونا كان عارفوا جميع انه كانت قانون طوارع هو اللي تطبق في كورونا كان ممنوع دخول ولا الخروج ولا تمشي لأي بلازة الا بترخيص ولي خلف هذ القوانين كان امتي التعتاقل امك يدار لي واحد المحضر على حساب المخالفة اللي دير ولكن الاغلبية تعدو سعين في المية كانوا يدارو لهم غير محاضر هذ المحاضر الاغلبية المغاربة داروهم ونسوهم مع العلم ان كنا فيهم واحد الخطيئة تخلصها ولكن اللي ما تعرفوش المغاربة وهي هذك 200 و300 درهم ذلك المحاضر اللي كنت وقعت عليه ومشيتي في حالك قلت دازة بسلام ونسيتيها اليوم رك مهدد بالسجن على قبلها سمعوا معنا هذ الشاب اللي معي اليوم شنو اللي غيوقع عليه مؤخرا بسباب جوج دي المحاضر كان وقعهم ايام كورونا السلام عليكم رمضان ومبارك سعيد وتحييريكم للسدافة هذي وكن شكركم كالتاقام الصوت العدالة والجنود الخفاء شكرا لكم بزاف اليوم سيدي جينا بغير نوضح المسألة هذي ديال الغرامات في زمان كورونا اونا عدوها من قوت انا اغنر اغنر ونقلق اغنر وغير المحاضر اللي غير السياسين الغرام ايام كورونا الشيخ حصي كوناسر يصيلي وانسيتي المدير المدير يصيلي لها اوناエتاحية ووناه لها زمان ايام كورونا خرطان كورونا حصي ايام كورونا وفقها لتعتقل وكذلك تشوكيش وكذلك تشوكيش كانت 300 فاتقة تشوكيش وكذلك نحن نزلوا كل شي ملوما مهم تخلص هل جاء الغرامات تشوكيش أول غرامة على الأقل اصحبت في الطنموبيل وكذلك البابات هنا في أنقي بوحدة ما أنك خرجوا أحد البلاغ في الطنموبيل وكذلك وكذلك البابات كنت صاد في برجة الدارة السلام عليكم الأول وكذلك البابات وكذلك المرة الثانية كانت خرق حال الطوارئ لأسباب لا داعي لذكرها لأنها غير زيدة مهم بدرجة خرق حال الطوارئ؟ لكنه يجب أن تكون سبب لأنها تتخذها لأنها تتخذها سوريين وكذلك لم يكن أعرف لأنها تتخذها لأنها تتخذها من الممكن أن تتخذها حال الطوارئ لأنها تتخذها لا يمكن أن يطبق القانون لأنها تتخذها وحال الطوارئ وكذلك وكذلك لأنها تتخذها من الممكن أن تتخذها لأنها تتخذها لأنها تتخذها وكذلك لأنها تتخذها وكذلك لأنها تتخذها وكذلك الله أعلم تتخذها وكذلك لأنها تتخذها وكذلك 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 إذا الغرامات التي نسوها حيث أنها تتخذها نعم وكذلك وكذلك في قراءة وكذلك يجب تتخذ من نرى فنحن وكذلك وكذلك لذلك وكذلك وكذلك الخروج ديالك اليوم ماذا السبب ديالو وش هدك 900 درم بقيت فيك لا والله العادي ما بقيت فيه الحمد لله ما خصناش ما عدناش وما خصناش خدام الحمد لله برزقين ما كانت سناش من الدولة تعطيني شي حاجة أنا كانت كتسل لي أعطيتها أنا كانت تكلم بالناس باسم الناس اللي ما عندهمش كارب خباك الناس اللي عدوا 300 درم كتباليقوا كندو 23 عشرين يوم لحبس وما أعطيها ما عنديش بسببها الغلاء وسببها ليلة حي الله راكت شوف الحالة كيف ديرها بالفعل كما قلت لك أنا أنا خلصها ومحمد لله ما مسوقش لها كنشوف ناس أخرين راو حد نسبة كبيرة ديال مغير خرجتي باش دق ناقوس لخطر للناس اللي ناسينها وممتون بوتي دووز مساج للمسؤولين انهم يعيدوا النظر في هذا الباب المساج نعطي المسؤولين وهو كيف يواقل من بعد واحد المدة بديتوا كتعمروا الصندوق أنا هنضر تلك كتعمروا الصندوق من جيوب الشعب المسكين هاتكين الشعب المسكين كي الشعب الغني بالنفهم كتدخلوا الصندوق من جيب الشعب المسكين المقهور كتزيدو كتزيدو بزيادات ما كيش مراقبة كترة الجرائم ما كتحميوش باتليكم غرب فيه 300 دنب وصل الصوا وخسيدي بغيتوا تتاخدوا حقهم مرحبا بلاهما صارت كل الناس اللي ماتوا في كورونا ولي مرضوا عقلتوا عليهم شفتوهم وسيتوا عائلاتهم ما شو باشغي وسيوهم عطونا بما شنو غيدروا لهم هدوك جاء جاء واحد اسميتوا ماتوا الله يرحمهم كان ممكن يموتوا بلا هدك الوباء الدولة مثلا شنو اللي خصت دير لهم هدوك الناس كلام مكسدي هو الكبير الاقل وحد دام لائلاتهم وراغين سيلي كان هزائلة مات في زمن كورونا بسبب المرض هذا وكان هزائلة ومات مرحم الحمد لله الحكومة أخلنوش ممخلينا مخصوصين الوالو كين دعم دابا خرجونا الدعم دي العائلات ولا العائلات كي ياخدوا الدعم دابا أبسادي واش كتشوف الواقع كتشوف المواقع كي يقولون فيها كي يقولون الأمور مزيانة رأيك ويحترم رأيك ويحترم الدعم بشكل بشكل الحمد لله كنا عاود نقول دام الحمد لله اللهم ملك الحمد الناس يطعهم الدعم وراء غير لأطفال 300 درهم را واصلي العائلات تحتلش ألف درهم وقيلة الله يرضي ألف درهم شو هي دي الكرة شنو هي دي المرض اللي مرض ليه ولاده شنو هي دي الزيت اللي وصل لها دربة 150 150% زيادة 40 درهم 100 درهم الغلاء في الأسعار شو هي دي المرض باقي جراسه ويقش ولداته صراحة واقع لان شوما المغاربة ما كتحمدوش الله ما كتحمدوش وألف درهم اللي أعطيتها لك الدولة اللي أعطيتها لك غير بشتعونك ماشي بشتهزك لا لسي لدي الدولة مفروض اللي هات تهز على هوليداتها شعب ديالا زيادة زيادة في أجور موضافي لدى الموضوع هذا زيادة صاروخية وكيدر بو تمارا مساكن كي عرقو ويفقو بكريو كي بشيو ويخدمو برافو لك أنا تقلت من النكروش كين زيادة مؤخرا غير الأطباء في قطاع الصحة وتعليم الأساسي واخر ورجال الأمن ورجال الدراك ويقاية المدنية اللي ضربوا تمارا ما كيدروا والو هذوك ما كيدروا والو رجال الأمن ودارك ما كيدروا والو غناء سينا صح خلال ذلك أنا أحترمه أحترم رأيت أنا في خبارك تمارا اللي ضربوا البوليس والجندار ويقاية المدنية وقوة مساعدة وآوان السلطة في زمن كورونا راه العذاب الآليم العذاب الآليم في خبارك ذاب البوليس تمارا اللي كيدرف البوليس أقسم لك بالله بعد غناء تقاش لم يرى دارهم واحد يومين ثلث يام شوف أنا غير حكس قضية البوليس ما داروا والو والجندار ما داروا والو أنا أقرب الناس وقل احنا كصحفيين أقرب الناس العمال دي لدوك الناس خاصة أيام كورونا هم اللي كانوا في الصفوف الأمامية كانوا متعرضين الخطر كثير من أي واحد في هذه البلاد اللي كان نجه لهم تحية كبيرة هذوك الناس هم اللي السهل الزيادات الصاروخية هذوك الناس هم اللي السهل اتهلوا فيهم ولكن نحن نشوف الزيادات تمشي قال لي ما قدوا فيل زيادوا فيل هاتش اللي واقع أنا أنا ماشي 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 سيغ ما أنا سمعت سمعت هاجة سمعت ثوان مل درام زادو الرجال التعليم الله يسترلهم نحن موضوع النقاش قصوم مل دفعات مل سنسون مل سنسون قطاع الصحة باقي الله والله يا أخوة والبو يستمع زيادين ومتدرهم الله لا يمكن قطاع التعليم قطاع الصحة السهل احتهما لا سأقول لا رأ أنا أقول السهل ولكن احتاج الرجال الأمن يجب زيادات و يجب صالير بالعمال ديالو حشو موعيب وعار أن الأمن اللي هز الخطر ديال البلاد كله على كتافه نحن 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 بشتى أنواعه احتمن ذاك العسكري كان تكلم عن اللي في الحدود الأمن هو اللي يشد لك البلاد بيد من حديد ما غديش يتخلص خلاص اللي القيمة خلاص اللي آآ في الصراحة كنت مهينة كنت مهينة عند بعض الناس بحكم أنا كنت كنت ثلطان بحكم حسي كاكب وحق الله لك نشوف لك نصيم لك بالله الذي يضرب العدب الذي يضرب و الضغوط الذي يلقى لا يضرب ماذا يضرب الله يحن الوالدي والو 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 نقول تخيل البوليسي من سبعة 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 الوحدة الذي يخدم وقف على الرجل سبعة أغلب السياتيك أغلب السكار أغلب التنسيون ومع ذلك ناشحين في خدم على سبيل المثال كنت أتكلم لدرب السلطان بحكم أن أنا نسا كنت فيه كنت وجر تحية خصوصا سيد رئيس نطاق سير رمات إليه تحية كبيرة خالصة كنت رأي أن درب السلطان و لك تتربي المثال ما نقول الجريمة نعدمت من خطت نسبة كبيرة 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 بزاف الحمد لله الساكين الجهودات الأمنيين منذ سنوات داب ومتي نحييهم من هذا الباب باش من نطولوش بزاف هنا في هذا الباب لأغير هالك المعادي ونقطع هاي تدرب السلطان كان كنت تدرب المثال في إجرام إيه إنسان يدرب السلطان يقول ناري داب إنسان يدرب السلطان يسمى تغيير كبير تغيير كبير إذن اليوم الحضور معي في السوديو هو رسالة أن قرأوا الهم المغاربة البوغرية خاصة هذو الذين كان عندهم مشكل الذين خرق حالة الطوارئ والذين قدروا لهم وحد المحاضر المغاربة اليوم هذا مساج يصير قلبه على ريوز وصول على ريوز الناس الذين يدربوا محاضر في أيام كورونا وخرق حالة الطوارئ عندكم محاضر وعندكم واحد السميت وخصكم تخلصوهم ضعير وخصكم تخلصوها إذا ما خلص الشرق تشيل لحبس أي أستاذ أي خرق الطوارئ الصحية هذا يوجد هذا يوجد 300 درهم هذا يوجد 600 درهم يوجد 330 درهم هذا يوجد هذا 330 درهم درهم أرد بلكم أتمنى على الله أنه لا يجب أن يتفاجئ لأنه لديه مشكل سيجعل الحبس على 200 أو 300 درهم أتمنى من المسؤولين يعيدوا النظار في هذا باب لأنه سيخسر عليه فسط الحبس أعزائي المشاهدين نتمنى أنه يكون فيديو مفيد كان معكم في التعليق للحراب عبد الكبير إلى اللقاء لكم اشتركوا في القناة شكرا